بعد أن استعرضنا الربحية ومقاييسها لا بد من استعراض المخاطرة وقياسها وذلك لأن المدير المالي لا بد أن يأخذ بنظر الاعتبار دائما المبادلة ما بين الربحية والمخاطرة عند عملية الاستثمار فإذا كانت الربحية أكبر من المخاطرة التي سترتب على القيام بالجانب الاستثماري كان من الأفضل الاستمرار في الاستثمار أما إذا كانت المخاطرة أكبر من الربحية المتوقعة ففي هذه الحالة يتم البحث عن بديل استثماري آخر نأتي هنا لتعريف المخاطرة يمكن تعريف المخاطرة بأنها عدم التأكد من الحصول على العائد من الاستثمار المرور فيه إذن الاستثمار لا بد أن يكون ماله استثمار مرور فيه لكن لا تكفي الرغبة لا بد أن يحقق ماله يحقق عائد وفي حالة ما إذا أو احتمال تعرض ليش؟ للخسارة إذن أنا في حالة إذا كنت سأحقق عائد فليس هناك مخاطرة إذن هنا اغتباط العائد بالمخاطرة إذا كان سأحقق عائد إذن ما فيش ماله ما فيش عندي مخاطرة إذا كان تعرض لخسارة إذن هناك إيش؟ إذن هناك تعرض لمخاطر وهذا يتعلق اتخاذ القرارات فيه المتعلقة بعملية الاستثمار هناك ثلاثة أصناف عزيز الدارس في مسألة تصنيف المخاطر عندي هنا حالة التأكد وفي حالة أخرى يسموها حالة عدم التأكد وهناك حالة ليش؟ حالة الخطر وهناك من المقاييس التي يمكن من خلالها قياس المخاطر في حالة التأكد وقياس المخاطر في حالة عدم التأكد وقياس المخاطر في حالة الخطر نحن سنكتفي هنا في مادتنا العلمية على مقياسان أساسيان للمخاطر وهي حالة التأكد وحالة عدم التأكد يمكن قياس المخاطرة في حالتين ما هي الحالتان الحالة الأولى هنا بالنسبة لدينا قياس في حالة النتائج التأكد من النتائج إذا كان أنا متأكد من النتائج كيف أستطيع السيطرة على تلك المخاطر طبعا هذا الكلام قياس المخاطرة في حالة التأكد يعتمد على معلومات مؤكدة حصلت في ليش في الماضي إذن هذه ما دامه هي حصلت في ليش في الماضي إذن نحن نأخذ من الماضي ما يفيدنا في الحاضر والمستقبل لكن لا نأخذ بأنه ستتكرر نفس الوضعية ما كان في الماضي سوف يتكرر في المستقبل وبالتالي لابد من التأكد هل هذه المعلومات من مصادر موثوقة هل هذه المعلومات على درجة عالية من الموثوقية هل هذه المعلومات فيها من الشفافية والإفساح فيما حصلت في الماضي وتعبر عن وضع معين حصل في الماضي أم أنها معلومات مغلوطة غير موثوقة ولا يمكن ما يسموه بلغة الاعتمادية أو الاعتماد عليها نأتي للحالة الثانية وهي حالة عدم عدم التأكد إذن هذه حالة عدم التأكد والحالة الأولى حالة التأكد من النتائج بدقة إذن في هذه الحالة في حالة عدم التأكد نلقى لماذا نلقى لوجود الاحتمال تقدير احتمال حدوث الحالة نفسها بناء على هنا بناء على ماذا بناء على التقديرات المنظمة وخبرتها إذن هنا يلعب دور كبير في تقدير الاحتمالية على تقديرات المنظمة وخبرتها السابقة ولهذا ينصح في حالة عدم التأكد من وضع الاحتمال من الذي يضع الاحتمال لابد أن يكون لديه من القدرات بمعرفة الماضي وكذلك بمعنى التغييرات التي توقع حدوثها في المستقبل وكذلك لا ننسى أن الماضي له دور كبير بالإضافة هنا زي ما نأتي إلى إحساس من إحساس المدير طبعا المدير المالي خبرته كفاءته إحساسه بمدى وقوع خطر في المستقبل لا بد أن يأخذ بنظر الاعتبار ترجمة نانسي قنقر